بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أرسل لي رسالة بعض الإخوة الفضلاء من أهل العلم في دولة الكويت وقد كتب رسالة يقول هذه أهم بدعة الوهابية وهذه وجهة نظر الأخ الفاضل وطلب مني أن أنشرها سأنشرها بعد قليل ولكن بالنسبة لي البدعة الكبرى الوهابية هي ماذا هي آه الانقطاع عن الأمة كيف يعني إسلام موازي نسخة اختاروها جعل ابن تيمية مرجعا وحيدا شيخا وحيدا للإسلام ثم ابن عبدالوهاب يطبق كل ما قاله ابن تيمية بحذافيره وتبديع وتفسيق وتضليل كل من عداهم هذه هي التي أوقعتهم في المهالك هذه البدعة العظمى عند الوهابية طبعا وبدعهم لا تعد ولا تحد ولكن نقل رسالة الأخ الفاضل يقول إثبات العين واليد ونحوها من متشابهات على الحقيقة ولم يقل بذلك أحد من السلف تعلمون أن السلف أجمعوا على أن هذه النصوص لا تفسر كما نقل أجماعهم غير واحد ومنهم إمام محمد بن حسن الشيباني هذه النصوص لا تفسر أيضا الوهابية يرفضون كلام الإمام الطحاوي حينما يقول حينما ينزل الله سبحانه وتعالى عن الأعضاء والأبعاض والجوارح فيرد عليه الوهابي بن باز ويرد عليه الوهابي بن عثيمين ويرد عليه كثير من هؤلاء ثانيا عدهم الفروع من الأصول كالاستغاثة والتوسل وزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والاحتفال بمولده بل إنكارهم السنة الصحيحة الثابتة الثابتة فيها كالتوسل نحوه وتكفير الناس وتبدعهم لفعلهم ما صح في تلك المسائل من أراء العلماء واستباحة دمائهم بزعم استحقاقهم حد الردة كما فعلوا مع محدث الحجاز العلامة السيد محمد بن عالوي المالكي رضي الله عنه شيخنا إذن هذه أيضا مشكلة قضايا فقهية جعلوها أصول عقدية مثل الخوارج نعم ثالثا عدهم ما سكت عنه الوحي محرما قلوا سكت عنه شيئا رحمة بكم النبي عليه الصلاة والسلام قلوا لا يقول كلا احتفال بالمولد والمعراج وإنما هو مباح لقوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسكت عنه شيئا رحمة بكم حديث حسن رواه الدار أخوطني وغيره رابعا جعلهم التراويح ثمان ركعات خلافا لإجماع ساداتهم الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مخالفة واضحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع حديث الراشدين والوهابية وزعيمهم هذا الألباني الجهول يقول هذا جهول نعم جهول الذي يقول الفقه لسنا بحاجة إليه والحديث يغني جاهل وجهول الذي يقول بأنك تأكل وتشرب بعد تبين فجر جهول الذي يقول بالهجرة من فلسطين لأهل فلسطين وتركها للصهاينة أو يقول بالهجرة وبتركها للصهاينة يكون جاهلا جهولا الذي يتكلم في الذهب المحلق إلى آخره جهالاته لا تعد يقول إباحاته ملاك البعد الأذان الثاني لصلاة الفجر خلافا للسنة والإجماع سادسا إنكارهم الصلاة على الآل الثابتة في صحيح البخاري كما قرره شيخهم الفوزان سابعا تفسيرهم الظل في الحديث المشهور كما قرره شيخهم بن باز بس على الفكرة قال ابن عثيمين ومن قال بذلك فهو أبلد من الحمار ابن عثيمين قال هذا بس ابن عثيمين ينكر الظل ويثبت رداء حقيقي قولهم بأن شد الرحال بقصد زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أو ذريعة للشرك تقليد أعمى لشيخ الإسلام الحصلي والوحيد ابن تيمية إنكارهم زيارة قبور الصالحين خلافا لفعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر بقبور من سبقه من ساداتنا النبيين في المعراج وكذلك زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع الغرقات والشهداء أحد ونحو ذلك قولهم بعودة الشرك في جزيرة العرب هذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب أما الوهابية كيف يجعلون الناس مشركين مسلم يحوله لا مشرك ثم يقول أننا نقاط المشركين تماما تماما مثل قصة الصياد الخاسر التي قصصتها عليكم في وقت سابق ذهب إلى الصيد لم يجد الصيد فخجل أن يعود فارغ اليدين فاشترى أرنبا وأطلق عليها الرصاص وأتابه إلى البيتس هكذا يفعل الوهابية ليس لهم رباط إلا في بلاد المسلمين مهارتهم في حرب أهل الإسلام كما حتى تتحقق المعجزة النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث مسلم قال يتركون أهل الإسلام يتركون أهل الأوثان ويحاربون أهل الإسلام لماذا؟ لأنهم كفروهم نهي الألباني عن قول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري هل ثبت عن الألباني هذا؟ لكن كل شيء وارد الجهلة هؤلاء أنت الآن في زمان آخر الزمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا طبعا هذا من العبث محاولة عد بدع الوهابية شيء متعب لا تعد لأن كل يوم في بدع جديدة وأيضا أمر آخر تضاربهم في البدع يعني أحسن أخونا الشيخ عبدالله العرفج حفظه الله أحسن بجمع جدول ذكر فيه تناقض الوهابية في حكمهم على البدعة بين ابن باز وبن ألباني وبن عثيمين هذا عنده بدعة وهذا عنده نفس الشيء والمشكلة أين؟ أيضا من المشاكل الحقيقية قضية رهاب البدعة إيش يعني؟ بدع فوبيا يعني حالة مرضية محاولة تبديع المسلمين جميعا وكثير منها أشياء لها وجه بل عكس أحيانا تكون حديث ضعيفة يعني فيها ضعيفة أحد الشيوخنا الفضلاء يقول سألت الألباني عن حديث نعم المذكر السبحة فقال لي ضعيف وبناء عليه فالسبحة بدعة كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنسان لا يعرف شيء من الأصول كيف ضعيف وبناء عليه في الحديث فالسبحة بدعة أول قضية ضعف الدليل لا يعني ضعف المدلول أفرض ضعيف سقط الدليل بالكلية سقط أخي أفرض موضوع سقط الدليل فالمدلول يبحث عن دلة أخرى هو الأصل من الأشياء المسكوت عنها وأيضا أفعال الصحابة طيب والضعيف بحد ذاته في هذا الباب يعني ليس مشكلة كبيرة من يفكر ويرى اللامنهجية الوهابية لا يستغرب شيئا الحقيقة أقول لكم والله حينما كنت في الشام وقرأنا على كبار مشايخ الشام كنا نحضر درس تفسير عند الشيح عبد الرزاق الحلبي رحمه الله درس الفقه عند الشيح عبد الرزاق الحلبي درس التفسير عند الدكتور عبد العطيف فرفور رحمه الله تفسير عند الدكتور بوطي عقيدة عند الدكتور بوطي فقه عند الدكتور عبد الزحيلي كان علماء كبار ما في جهل لا يوجد في الطبقة المتصدلة حتى نصف عالم لا يوجد كلهم علماء بقينا سنتين متتالية نقرأ هذا على الشيح الكبار ذهبت بعد ذلك الحجاز ورأيت الدروس التي نستمع إليها وجدت هبوطا كبيرا جدا ثم عدت إلى مصر فعدت إلى الرقيب بعد ذلك وبقينا فيها سنوات كثيرة ذلك الفضل من الله إذن هذا مجمل ما أرسله أخونا الفاضل عن بدع الوهابية وآخر دعوان الحمد لله رب العالمي ترجمة نانسي قنقر